منح الاتحاد الدولي للمصارع القلادة الذهبية الفخرية الخامسة في المصارع لسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى وذلك تقديرا لجهود سموه المتميزة في رعاية ودعم رياضات الدفاع عن النفس وفنون القتال المختلطة ويعد سموه شخصية العالمية الخامسة التي تمنح هذه القلادة حيث سبق للاتحاد الدولي للمصارع أن منح هذه القلادة لأربع رؤساء دول لينضم سموه بذلك إلى قائمة الاتحاد الدولي لشخصية الأكثر إسهاما وفعليا لتطوير وارتقاء رياضة الدفاع عن النفس وفنون القتال المختلطة جاء ذلك خلال استقبال سموه بمجلسه العامر بالرفاع سعادة سيد فؤاد المسكوت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للمصارع رئيس الاتحاد الافريقي والمغربي للمصارع والفرنسي دي دير فافوري المستشار بالاتحاد الدولي وقد أعرب سموه عن شكره وتقديره على منح سموه هذه القلادة التي تعتبر اعترافا دوليا واضحا بجهود وإسهامات سموه بتطوير وارتقاء الرياضة البحرينية في هذا المجال كما بحث سموه أطور التعاون والتنسيق للنهوض برياضة المسارع البحرينية ودعم حضورها على الصعيدين العربي والدولي واستعرض سموه الخطوات التي اتخذتها البحرين في سبيل دعم رياضة فنون القتال المختلطة والدفاع عن النفس مواكدا سموه أن هذه الرياضة استطاعت أن تفرض نفسها وبقوة على الصعيد العالمي بفضل ما حققته عبر فريق خالد بن حمد من إنجازات في وقت قياسي وفي ختام لقاءة تسلم سموه من سيد فؤاد المسكوت القلادة والشهادة الفخرية الذهبية من جانبه أشهد ساعة سيد فؤاد المسكوت بالجهود المتميزة التي يبدو لها سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة في سبيل دعم الحراكة الشبابي والرياضي بمملكة البحرين والذي يهدف إلى تعزيز مكانة البحرين على الصعيد الرياضة الدولية ترجمة نانسي قنقر